اهلا بكم طالبات وطالبات مدرسة المنتزى الخاصة الصف الرابع الابتدائي نعاكم يسمونيكا مادة الدراسات الاجتماعية والنهاردة معدنا مع مراجعة رقم 6 السؤال الاول امام خريطة صماء لمصر ادرسها ثم اختر ما تشير اليه الارقام مما بين الاقويس رقم 1 يشير رقم 1 الى ومديك اختيارات مكياس الرسم وردة البصلة عنوان الخريطة خطوط الطول هتكون الايجابة وردة البصلة رقم 2 يشير رقم 2 الى ومديك اختيارات السحراء الشرقية نهر النيل البحر الاحمر البحر المتوسط هتكون الايجابة نهر النيل يشير رقم 3 الى هتكون الايجابة قناة السويس يشير رقم 4 الى هتكون الايجابة البحر المتوسط السؤال اللي بعده صنف المحافظات التالية إلى محافظات وجه إبلي ومحافظات وجه بحري في الجدول التالي مديك اختيارات البحيرة الجيزة الأسكندرية أسوان هيكون محافظات الوجه الإبلي الجيزة وأسوان ومحافظات الوجه البحري الأسكندرية والبحيرة السؤال اللي بعده دع دائرة حول الإجابة الصحيحة السؤال الأول بيقولك يستخدم كطريق للتجارة بين شمان مصر وجنوبها ومديج اختيارات قناة السويس البحر المتوسط البحر الأحمر نهر النيل هتكون الإجابة نهر النيل رقم اتنين البرضيات المصرية القديمة تعد من المصادر ومديج اختيارات الأولية السنوية البيانية الطبيعية هتكون الإجابة من المصادر الأولية رقم تلاتة ممر مائي ساعد في اختصار المسافة بين قارتيا أسيا وأوروبا ومديج اختيارات نهر النيل البحر الأحمر قناة السويس البحر المتوسط هتكون الإجابة قناة السويس رقم اربع نقطة التقاء بين الوجهين القبليوي البحري محافظة ومديج اختيارات المينيا الأسكندرية القاهرة القليوبية هتكون الإجابة محافظة القاهرة التقاء بين الوجهين القبليوي البحري السؤال اللي بعده بيقول لك اللون الاسود في عالم مصر الحالي يدل على لو مديك اختيارات سلامة تضحية التعاون الاستعمار هتكون الإجابة الاستعمار السؤال اللي بعده ما العلاقة بين جوهر السقلي والعيد القومي لمحافظة القاهرة بتحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومي وذلك في اليوم الذي وضع فيه القائد جوهر السقلي حجر الأساس لبناء مدينة القاهرة السؤال اللي بعده ضع علامة صحة أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات غير الصحيحة السؤال الأول عند التقاط القمر الصنوعي المصري مجموعة من الصور يطلق عليها صور جوية الإجابة خطأ رقم 2 خطابات الخديوي إسماعيل لدعوة رؤساء وملوك العالم لإفتتاح قانوات السويس تعد مصدراً أولياً الإجابة صح رقم 3 الوقوف باحترام أثناء تحية العالم في البطولات الرياضية واجب وطن الإجابة صح رقم 4 الخطوط المرسومة على الخريطة بين محافظتي الجيزة ومطروح هي حدود سياسية الإجابة خطأ هي حدود إدارية السؤال اللي بعده أجب عن الأسئلة الآتية رقم 1 أذكر 2 من مظاهر احتفال المحافظة بالعيد القومي هنقول تجميل وتزيين الشوارع والميادين ورفع على مصر وشعار المحافظة في المباني الحكومية رقم 2 أذكر 2 من نتائج حفر قناة السويس الجديدة عام 2015 هنقول تقليد زمن مرور السفينة في القناة واستعيب زفن أكبر حجماً وحمولة السؤال اللي بعده صوب ما تحته خط رقم 1 نهر النيل أطول أنهار العالم هذه العبارة تعد رأياً هتكون هذه العبارة تعد حقيقة رقم 2 بدأت فكرة حفر قناة للربط بين البحرين في عهد رمسيس الثالث هتكون الإجابة في عهد سنسرة الثالث رقم 3 يضم شعار محافظة القاهرة جامع أحمد ابن طلون هنشيل جامع أحمد ابن طلون ونحط جامع الأزهر رقم 4 الفيلم الوسائقي حول حفر قناة السويس يعد مصدراً سانوياً هتكون الإجابة مصدراً أولياً رقم 5 تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة أوروبا هنشيل قارة أوروبا هنحط قارة أفريكيا السؤال اللي بعده دلل على صحة العبارة التالية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة له أهمية كبرى هنقول لتخفيف الضغط السكاني وتكدس الخدمات في العاصمة الحالية السؤال اللي بعده أمام خريطة صماء لمصر أكتب مدلول الأرقام عليها رقم 1 تقع بين خليجي السويسوي العقبة هتكون الإجابة شبه جزيرة سيناء رقم 2 بحر يقع شرق مصر هتكون الإجابة البحر الأحمر رقم 3 أرض سحراوية غرب مصر هتكون الإجابة السحراء الغربية رقم 4 نهر يجري في مصر هتكون الإجابة نهر النيل السؤال اللي بعده صوب الخطأ في العبارات التالية رقم 1 مقياس الرسم يساعد فيه تحديد الاتجاهات هتكون الإجابة وردة البصلة رقم 2 المعلومات والأحداث تعد رأيا هتكون الإجابة تعد حقيقة رقم 3 تربط قناة السويس بين البحر المتوسط ونهر النيل هتكون الإجابة البحر المتوسط والبحر الأحمر رقم 4 الجيزة هي عاصمة جمهورية مصر العربية هتكون الإجابة القاهرة السؤال اللي بعده أكمل العبارات التالية باختيار المناسب مما بين القوسين ومتيج اختيارات أوروبا والإحداثيات والعالم وتحديد الموقع العالمي والإدارية السؤال رقم 1 خطوط الطول دوائر العرض من مكونات شبكة الإحداثيات رقم 2 قناة السويس اختصرت المسافة بين قارة أسيا وأوروبا رقم 3 الخطوط التي تفصل بين المحافظات على الخريطة تسمى حدود إدارية رقم 4 نظام يساعد على تحديد الاتجاهات السير في الأماكن هتكون الإجابة تحديد المواقع العالمي رقم 5 رمزا يتخذه كل بلد ويرمز لتاريخها وتراصها هتكون الإجابة العالم السؤال اللي بعده اشرح مدلول اللونين الأبيض والأحمر في عالم مصر هنقول اللون الأحمر بيعبر عن النضال ودماء الشهداء من أجل الحرية أما اللون الأبيض يعبر عن السلام السؤال اللي بعده بيقولك اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقويس رقم 1 لمعرفة المسافة بين رفح والسلوم على الخريطة يتم الاستعانة بي ومتيج اختشارات وردة البصلة مفتاح الخريطة عنوان الخريطة مقياس الرسم هتكون الإجابة مقياس الرسم سؤال رقم 2 طريق تجاري قديم كان يدور حول أفريقيا ويتخذ الكثير من المال والوقت ومتيج اختشارات نهر النيل البحر الأحمر قناة السويس رأس الرجاء الصالح هتكون الإجابة رأس الرجاء الصالح رقم 3 أي من المحافظات التالية تقع في الوجه البحر يمتيج اختشارات أسيوت أسوان قناة القليوبية هتكون الإجابة القليوبية رقم 4 المرحلة التي تعرضت فيها مصر للزلم في الفترات الاستعمار يعبر عنها في العلم باللون ومتيج اختشارات الأبيض الأسود الأحمر الأصفر هتكون الإجابة الأسود السؤال اللي بعده قارن بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية من حيث التعريف ومثال لكل منهما بنحل سؤال المقارنة في جدول فنكتب مقارنة في جدول وجه المقارنة المصادر الأولية والمصادر الثانوية أول حاجة تعريف المصادر الأولية هي كل ما يتم نقشه أو تدوينه سواء من قبل أشخاص عصروا الحدث أو شاركوا فيه ويرتبط بزمن وقوع الحدث أما المصادر الثانوية هي كل ما يتم تدوينه بعد مرور زمن طويل منذ وقوع الحدث وغالبا ما يستمد من المصادر الأولية نتكلم دلوقتي عن الأمثلة مثال للمصادر الأولية كتابات المؤرخين الأفلام التسجيلية النقوش وأمثلة للمصادر الثانوية الكتب والمقالات والموسعات السؤال اللي بعده ضع علامة صح أمام العبرات الصحيحة وعلامة قطأ أمام العبرات غير الصحيحة رقم 1 الشوارع من مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للقاهرة الإجابة خطأ رقم 2 موقع مصر زاد أهمية بعد حفر قناة السويس الإجابة صح رقم 3 الوسائق من المصادر الثانوية للمعلومات الإجابة خطأ رقم 4 كان لنهر النيل أهمية حضارية وتجارية الإجابة صح رقم 5 عنوان الخريطة يساعدنا في معرفة الاتجاهات الأصلية والفرعية الإجابة خطأ السؤال اللي بعده ما العلاقة بين الخريطة والمواقع الحربية يستخدم الجيش الخريطة في تحديد المواقع الحربية وبكده نكون انتهينا من المراجعة شكراً لكم سنة ربعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة